اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من استوديو 23 الحكومة وفرت للمفوضية كل ما تحتاجه في الانتخابات المحلية التي ستجرى خلال الشهر المقبل يقول رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ويؤكد أن الحكومة وضعت كل إمكاناتها من أجل إنجاح هذا الحدث المهم وتوفير كل المتطلبات لإقامة انتخابات نزيها عادلة شفافة تتوفر فيها للقوة السياسية الحرية الكاملة للتنافس وطرح برامجها وتقديم مرشحيها وتوفير الأجواء الآمنة المطمئنة للمواطنين لممارسة حقهم في التصويت سريعا أرحب بضيوفي لهذه الحلقة أرحب من النجف بالمرشح السيد فارس شاكر محسن لبديري تولد عام 1971 يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الإسلامية وهو مرشح اتلاف دولة القانون عن النجف لخوض انتخابات مجالس المحافظات عضو مجلس محافظة سابق ومستشار سابق في رئاسة البرلمان سيد البديري مرحبا بك معنا في البرنامج ليحظى بأولوية وصولك إلى مجلس المحافظة القادم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيد الكريم ولا كل مشاهدين ومتابعين قناتكم الكريمة حقيقة فرصة سعيدة نلتقي بحضراتكم ومن خلالكم إلى جمهورنا في محافظة النجف وما نحمل من برامج سياسية نسعى لتوفيرها لأبناء محافظة النجف إن شاء الله فيما إذا وفقنا وأننا ثقة أبناء الشعب أبناء محافظة النجف إن شاء الله سنكون حصدا أنهم في تطبيق القانون ابتداء وتوفير فرص العمل وكثير من المشاريع والبرامج التي تعنى بالمواطن النجفي فيما يخص حياته اليومية إن شاء الله واليوم الحمد لله توجد أرضية وبيئة آمنة لخوض الانتخابات لمجالس المحافظات في عام 23 إن شاء الله 18-12 نرتقب نحن وجمهورنا وأبناء محافظة النجف في العراق إن شاء الله خوض هذه الانتخابات وغمارها وسنكون إن شاء الله خير من يمثل أبناء محافظة النجف في مجلس المحافظة الحلقة المهمة في متابعة مشاريع المحافظة وأيضا مراقبة عمل وإداء المحافظ في أعماله والمشاريع التي يقوم بها وإن شاء الله فيما إذا وفقنا واختارينا محافظ يكون على قدر المسئولية يدعم من قبلنا إن شاء الله وإذا أخفق في عمله سيحاسب من قبل مجلس المحافظة نعتقد هذه الأموال التي تأتي من الحكومة الاتحادية لتنمية الأقاليم والمحافظات الغير منتظمة بأقليم يجب أن تراقب وتتابع من قبلنا في مجلس المحافظة ومراقبة كيفية صرفها وأي مشاريع سوف تكون تلبي طموح المواطن النجفي خليكوا يا أنا سيد لبديري في الأستوديو أرحب بضيف المرشح السيد نصر الله محمود الحديدي تولد عام 1971 الريج إعدادية مرشح تحالف تقدم عن محافظة نينة ولخوض انتخابات مجالس المحافظات معاون إداري في مستشفى الشفاء بالموصل سيد الحديدي مرحبا بك معنا برنامجكم الانتخابي للوصول إلى مجلس محافظة نينة حياك الله وحيا الله مشاهدين أثناء وانتهز الفرصة أنه هنا شاب العراقي وشبابنا الرياضيين بفوز المنتخب صراحة هيتها أريد أقدمها لجمهنا تصدرنا الترشيط لمجلس المحافظة لأنني أعتقد هذا المجلس سيوفر أمانة الحلول للمشاكل التي تعاني منها نينوة والملفات الكثيرة لكن أحرص على الإنجاز أمانة ولكي نقدم حلول قابلة للقياس فأنا أركز على ثلاثة محاور وهي من الملفات المهمة ملف الصحة وملف السكن وملف البطالة أمانة طرحنا ونموذ في هذه المرحلة سيختلف عن طرح السياسين السابقين كودا وجود شخصيات فاعلة ومؤثرة ضمن تحالف تقدم في خوض هذه الانتخابات ويمتلك من شخصيات وطنية ونزيهة وكذلك سياسات ينتهجوها سياسات مختلفة عن السابق طيب خليك ويانا سيد الحديدي أبقى في الاستوديو أرحب بالمرشح السيد سامي عبد العزيز البياتي تولد عام 1961 يحمل شهادة البكيروريوس في هندسة الكهرباء مرشح الجبهة التركومانية عن كاركوك لخوض انتخابات مجالس المحافظات رئيس الجمعية الهندسية التعاونية وعضو مجلس مدينة كاركوك سابقا مرحبا بك سيد البياتي البرنامج الذي تحملونه للوصول إلى مجلس المحافظة بسم الله الرحمن الرحيم بالله تنتحية لسيادتكم وللقنات الشرقية وللمستمعين الكرام حقيقة أنا بالبداية أحب أنه أشكر رب العالمين لأنه رقم تسلسل في القائمة هي رقم سبعة ورقم سبعة له أساطير كثيرة في التاريخ وإلى مكان خاصة في الدين الإسلامي معروف لدى الجميع ولهذا رقم سبعة أتفاعل به كثيرا من ناحية الشخصية بالنسبة للبرنامج الانتخابي حقيقة خدمت 12 سنة في مجلس قضاء مركز كاركوك وكنت في لزنة المشاريع لدي دراسة كاملة عن احتياجات محافظة كاركوك وبالذات على مركز مدينة كاركوك أو مركز القضاء أنا البرنامج مالية تنقسم إلى ثلاثة محاور المحور على مستوى المحافظة التي تشمل محافظة بشكل عام مع القرى والأرياف وبرنامج يخص مركز قضاء المحافظة يعني المركز الكاركوك وبرنامج يخص قوميتي كقومية تركمانية بالناحية كمستوى محافظة أنا تمنياتي أنه أطرح أفكار جديدة للمحافظة منها بناء وحدة سكنية واطئة الكلفة وبناء دار أوبرا وبناء مدينة رياضية لكاركوك وجعل كاركوك محط لأنظار الثقافة الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ما زال هناك نقص في البنية التحتية نحتاج التركيز عليها أعاهد أهل محافظة كاركوك وبذلك مركز المدينة أنه مشكلة النفايات في كاركوك ستعالس لأن لدي خبرة 12 سنة وكنا نتعامل مع النفايات بشكل دقيق وهناك غبن على محافظة كاركوك في تزهيز الكارباء وفي تزهيز المنتجات النفطية سأكون عونا لأهل كاركوك لرفع هذا الغبن بالتواصل مع الوزارات المعنية لتأمين حصة كاركوك من مبالغ تنمية الأقاريم والبترو الدولار أهم نقطة هو خلق أسواق شعبية لفتاحة الفرصة للشباب كفرص عمل وإتاحة فرصة بأسعار قليلة للتعامل مع المواطنين إذن هذه هي أهم النقاط الرئيسية التي نتعامل بها إذا وفقنا رب العالمين كفوس إلى النجف مرة أخرى لأرحب من هناك بالمرشح السيد علي حمادي عزوز الزاملي تولد عام 1985 يحمل شهادة البكالوريوس في الآداب وهو مرشح تحالف قيم المدني عن النجف لخوض انتخابات مجالس المحافظات ناشط سياسي وقيادي في حركة نازل آخذ حق الديمقراطية سيد الزاملي مرحبا بك معنا ما هو البرنامج الذي تحملونه للوصول إلى مجلس المحافظة نعم سيدي شكرا لك وأرحب بضيوفك الكرام في بادي الأمر يجب أن نعرف ما هي صلاحية عضو مجلس محافظة في الواقع الكثير من المرشحين يقدمون برامج ربما تكون ضرب من الخيال ولا يعرفون ما هي صلاحية مجلس محافظة صلاحية عضو مجلس محافظة هي صلاحية تشريعية رقابية مقيدة وقلت مقيدة لأنها على أن لا تكون تتعارض مع صلاحية مجلس النواب وهو السلطة التشريعية الأعلى في البلد في الواقع اليوم أنا من مدينة النجف عفوا هذه المدينة التي يجب أن تكون هي مركز وعاصمة الثقافة الإسلامية في العراق مدينة النجف اليوم تفتقر لكل معالم عاصمة الثقافة الإسلامية للأسف أقولها وبحرقة اليوم قدمنا برنامج انتخابي هو ليس ضرب من الخيال وإنما نستطيع أن نحل هذه المشاكل بأبسط الأمور حقيقة اليوم ركزنا على عدة ملفات ومن أهمها ملف الخدمات وملف الصحة وملف الزراعة الذي يكون من أهم الملفات باعتبار المدينة التي أسكن بها هي منطقة زراعية لنتطرق إلى بشكل موجز إلى بعض الحلول مثلا ملف الخدمات اليوم نرى أن مياه الصرف الصحي في محافظة النجف أو بكل العراق مياه الصرف الصحي لا يوجد حل وعلى مر الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لغاية اليوم اليوم ننقل تجربة مغايرة ربما تكون تجربة سهلة جدا وهي تحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه لريء الزراعة وقد تتحول إلى مياه العفوان إلى أسمدة كيمياوية مياه الصرف الصحي الثقيلة هذا الحل موجود ومعمول به حتى في الدول النامية التي لا تمتلك أبسط المقاومات اليوم باعتباري من منطقة وقضاء المشخاب عفوا الذي بدوره هذا القضاء يمتلك يعني فد ميزة على وهي زراعة رز العنبر نعم زراعة رز العنبر في المشخاب كان سابقا يعني أكثر من 37 ألف دونم يزرع في هذا القضاء اليوم وبسبب التخبطات للسياسة المائية الموجودة في البلد انحسرت هذه النسبة إلى 2000 دونم وهذه 2000 دونم هي ليست للأكل ولا للتصدير وإنما للحفاظ على هذا المنتوج اليوم لو وجدنا الحل المناسب للسياسة المائية الموجودة على الأقل نحافظ على هذا المنتوج النادر عالميا هاي مشكلتين وياهم حلين سيد الزامي ليخليك وياي مشاهدين الكرام أرقام مفصلة ودقيقة من مفوضية الانتخابات لأعداد المرشحين في كل محافظة عراقية ومن ضمنهم الذكور والإناث كل ذلك وأكثر مع محمد يوسف مساء الخير محمد مساء الخير أنا استحية لك ولي ضيوفك الكرام كما قلت الأرقام تفصيلية ودقيقة أهلا بكم مشاهدين الكرام أرقام تفصيلية من مفوضية الانتخابات لأعداد المرشحين خلال انتخابات مجالس المحافظات المقررة في الثامن عشر من الشهر المقبل فصلت ذلك المفوضية بالأعداد الدقيقة ومن كل الجنسين في كل محافظة عراقية ففي بغداد العاصمة بلغ المجموع الكلي المرشحين ألفا واربعمائة وخمسين مرشحا بينهم تسعمائة وثمانية وتسعون من الذكور واربعمائة واثنتان وخمسون مرشحة من النساء هذا إلى جانب أربعة وعشرين مرشحا من الأفراد وسبعة عشر مرشحا من المكونات عبر اثني عشر حزبا وستة عشر تحالفا وفي الأنبار بلغ مجموع المرشحين ثلاثمائة وسبعة مرشحين بينهم مئتان وستة وعشرون من الذكور وإحدى وثمانون مرشحة من الإناث فضلا عن مرشح واحد ككيان فردي وتسعة تحالفات وحزبين اثنين في نينوى يبلغ مجموع المرشحين ستمائة وثلاث وعشرين بينهم أربعمائة وستة وستون مرشحا من الذكور ومائة وسبعة وخمسون مرشحا من النساء عبر عشرة تحالفات متنافسة اثنين عشر حزبا هذا إلى جانب ثلاثة عشر مرشحا من المكونات وخمسة عشر مرشحا بكيانة فردية وفي البصرة كان إجمالي المرشحين خمسة مائة وسبعة أو سبعة عشر مرشحا بينهم ثلاثمائة وثمانون من الذكور ومائة وسبع وثلاثون مرشحة من النساء يتنافسون عبر أحد عشر تحالفا وسبعة أحزاء فضلا عن ثلاثة مرشحين أفراد وثلاثة مرشحين للمكونات التفاصيل لأكبر المحافظات العراقية ومنها نقيس إلى باقي المحافظات هذا هو الجزء الأول للمحافظات في حلقات مقبلة ستكون هناك أجزاء لمحافظات أخرى شكرا لك مرة أعود إلى نجف سيد فارس تعهداتك لناخبيك اليوم ناخبنا ملزمين أمام بمصداقيتنا وبثقتنا وبأمانتنا وبتفاينينا في بذل قصار جهدنا بخدمة المواطن النجفي حيث ما يشاء بكل تفاصيل حياته لأن اليوم نحن نعتقد أنفسنا مؤتمنين على هذه الأصوات وهذه الأمانة في الأموال والمشاريع والخدمات والقطاع الصحة والتربية والأمن والزراعة طبعا من أولوياتنا في تقديم خدماتنا ومصداقيتنا مع مواطننا وناخبنا اليوم نعالج شحة المياه التي مر بها البلد وخصوصا محافظة النجف التي حقيقة هي من أول المحافظات التي تنتج من توج محصول العنبر من المحاصيل المهمة في العراق هذا مشروع أو قضية معقدة ويجب حلها مع الحكومة الاتحادية وبدور الحكومة الاتحادية فيما يخص مشروع المياه أو قضية المياه هي قضية وطنية فنطالب طبعا الحكومة الاتحادية ورئاسة الوزراء بفتح هذا الملف مع الجارة تركيا لمعالجة الشيحة المياه وهذا طبعا أيضا من أولوياتنا ودعم الزراعة أيضا هذا قضية مهمة لدعم القطاع الزراعي بما أنه اليوم أبناء ريف وأبناء فلاحين من مهماتنا ومن أولوياتنا دعم القطاع الزراعي لأن هذا من الموارد المهمة لدعم الاقتصاد العربي وكان من زمن السابق كان اعتمد على القطاع الزراعي وخرج من قضية الحصار والحصار الذي كان على العراق وقتل الشعب العراقي بحصاره والحمد لله كانت الأرض الزراعية والفلاح الزراعي من المنتجين ومن الواقفين مع شعبه سيد نصر الله تعهداتكم لناخبكم بعد خدمتي طويلة في صحة نينواء وكنت أحد منتسبي الجيش الأبيض في مركز كورونا أمانة لدنا تصورات واضحة عن مشاكل التي تعانيها صحة نينواء ومستشفياتنا للأسف للا الآن لن يوجد مستشفى لا في الأيمن ولا في الأيسار يوازي مستشفياتنا موجودة في دول الجوار وعاهد أن يكون نموذجنا نموذج جديد يقدم دائن سياسي مختلفا من السابقين وسيجدون عضو مجلس محافظة قوي أمين يحرص على أصوات ناخبية كما من هنا أنبه لأهالي محافظتي أنه هناك سياسات يتخذها بعض الكينات الغريبة في استخدام أجنات بصراحة هجينة على نينواء لخلق جو أو مناخ لكسب الأصوات بصور بصراحة لا تليق ليس لهم مساس في نينواء وإنما لتمشية مشاريعهم الفاسدة فمن هنا أنبه أن يحضروا من هذه الأجندات الفاسدة طيب سيدة بياتي تعهداتكم أنه سيكون لمكتب يفتح لاستقبال شكاء ومراجعات المواطنين خلال فترة عضويتنا لمزلس الكركوك وكذلك سنعاهد أن نكون عيونا ساهرة على رفاهية المواطن وتحقيق أمنه أتعاهد بأنه لا أغمض عينا إذا كانت هناك عائلة تناموا دون عشاء ومريضا لا يتقلق العلاج وطالبا لا يستطيع الحصول على التعليم الجيد هذا تعهد لكم أن أحافظ على مكتسبات فرض القانون في كركوك والتعايش السلمي وأن أسعى دائما على مكافحة المخطرات والمؤثرات العقلية كركوك تعود إن شاء الله بجهودنا وتعاوننا إلى عهدها السابق سنة 66 الأزمل والأنظف على محافظات العراق سنة 79 الأنظف والأزمل على محافظات العراق أتعهد لأهالي كركوك أن تعود كركوك الأجمل والأنظف على محافظات العراق بجهود خلال أضوية مجلس محافظة كركوك سيد علي الزام لتعهداتك لناخبيك نعم نعم سيد العزيز بالبداية خليني أتطرق لموضوع مهم أنا شاركت في الانتخابات البرلمانية السابقة 2021 وحصلت على 5200 صوت نعم هذه الأصوات من الناخبين لم تأتي عن فراغ إنما أتت من ثقة هذه الثقة اليوم تجددت بي وهم من طلبوا مني أن أخوض هذا المعترك السياسي أتعهد لناخبيني بأني سأكون جنديا لكل أبناء النجف ولن أكون في السلطة أكون زبائنيا أي بمعنى أخدم مصلحة فلان وفلان دون الآخر بل سأكون جنديا لكل أبناء النجف وأحافظ على مصالح هذه المحافظة ولن أكون بيدقا خارجيا أو داخليا هذا ما أتعهد به لناخبيني طيب أنا أشكرك وأتمنى لك التوفيق سيد علي حمادي الزاملي مرشح تحالف قيم الديمقراطي المدني عن محافظة النجف شكري لسيد فارس شاكر محسن البديري مرشح اتلاف دولة القانون عن النجف أيضا شكرا لضيوفي هنا في السوديو سيد نصر الله الحديدي مرشح تحالف تقدم عن محافظة نينوى شكرا لسيد سامي البياتي مرشح الجبهة التركمانية عن محافظة كاركوك شاهدين الكرام نذهب نتابع هذا الاستطلاع الذي اجراه برنامج ستوديو 23 في محافظة بابل لمعرفة اراء الناس حول قرب انتخابات مجالس المحافظات ومن ثم نعود لنرحب بمجموعة اخرى من المرشحين الحمد لله حاليا دراقب الشارع اكو اخبال على المراكز لتجديد البطاقة وسحة بطاقة الانتخاب وقلنا بالك يا الله ان شاء الله على الوضع هذا نغير الواقع مع المحافظة بابل الاعمال يعني لانه هسوين ما تروح لتشوف الامور سيئة يعني من ناحية النظافة من ناحية المجاري من ناحية فقلنا بالك يا الله على قد ذن البسيطات على قد ذن البسيطات نغير ما عدنا شي اغلب الناس نحن لاحظ انه يتيد غير الواقع اللي يجعيش به هذا البلد انه اللي دنمر علي هواي مشاكل نقص خدمات فالحاول النهزة تطمح انه بهذا العملية الانتقابية انه يتغير هذا الواقع الى الأفضل هل لاحظ انه اكون مشاركة يكونوا عن المنافسة نشوف بالعادة الانتقابية اكون منافسة قوية بين المرشعين فأكيد راح تكون مشاركة جيدة احنا من الطبقات يعني الشعب يعني نشجع نشجع على التغيير لازم تغيير اذا ما تطلع وذاك وشكر انه المرشحين هم من عذنه ولازم التغيير التغيير لازم ينوجد فاذا انت ما تطلع وذاك ما يطلع فما يصير تغيير ما تغيير نفس الوجوه تنعاد مرة ثانية اذا ما تطلع انت وذاك يطلع والله ان شاء الله احنا نكيف المرشحين محافظة بابيل والخاصة المواطنين ينتخبون الكفوق والأجود من بالمنطقتهم اللي يقوم بواجباتهم 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 من التخبو المرشح لازم يدوم عنده خدمات فنحن نشجع المواطن اللي ينتخب بالمنطقته لنباشر العقوة على موضي حاسبة مثل الخدمات النظافة التبليط الشوارع ونكون ان شاء الله بادرة تخيرها الانتخابات تدشوف يعني الناس مقبلة على التوجه التقابات بالدليل لقد امزع معدل يومية بين 120 إلى 130 بطاقة وهذا فترقم جيد جدا بالنسبة كمركس تسجيل وانت دائما نشوف الأعداد في تصاعد في وطيرة معناها انه اكو اقبال تدشوف المواطنين يستمون بطاقاتهم هذا الدليل على انه المواطن عنده حس انتخابي عنده وعي انتخابي ولذلك ولذلك انه احنا يعني بالاضافة الى هذا انه احنا نريد نحث الناس على الاستلام بالبطاقة والمشاركة في الانتخابات تنهي العمرية الديمقراطية لابد من عدها اهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة ستوديو 23 لهذا اليوم سريعا ارحب بضيوفي من ذيقار المرشح السيد حيدر عباس بدر الزيدي تولد عام 1974 يحمل شهادة البكر ريوس في التاريخ وهو مرشح تيار الحكمة عن محافظة الذقار لخوض امتخابات مجالس المحافظات مشرف تربوي واداري ومستشار محافظ ذقار لشؤون التربية سيد الزيدي مرحبا بك برنامجكم للوصول الى مجلس المحافظة ما هو تفضل اهلا وسهلا تحية طيبة الى كادر ومشاهدي قناة الشرقية الفضائية بالمناسبة محافظة الذقار من المحافظات التي من المحافظات المهمة التي ساهمت بالفترة الاخيرة بتغيير قرارات مهمة على مستوى العراق لذلك تستحق هذه المحافظة الاهتمام والرعاية من المجلس القادم حقيقة بالنسبة لمحافظة الذقار لديها معاناة كبيرة على مختلف القطاعات نتحدث عن قطاع التربية نتحدث عن قطاع الصحة عن قطاع الزراعة عن الشباب بالرياضة على كافة المستويات اليوم لدينا مشكلة كبيرة على مستوى البطالة حقيقة نحتاج وقفة جدية من المجلس القادم بالتنسيق مع الحكومة المركزية بتوفير فرص للشباب من خلال المجلس الخدمة الاتحادي وكذلك تفعيل القطاعات الخاصة اليوم مشكلة البطالة مشكلة مهمة وخصوصا أنه في هذه المرحلة من الفترة التي يعيشها البلد وخصوصا انتشار ظاهرة المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية في مجتمعنا نحتاج وقفة جادة بموضوع توفير فرص العمل للشباب وخصوصا أنه محافظة الذقار تعاني من هذه الظاهرة كذلك من الأمور المهمة اليوم التي تعاني منها محافظة الذقار هو قضية توفير السكن والمجمعات السكنية يحتاج في هذا الموضوع الكثير من القرارات المهمة بالتنسيق مع الاستثمار من خلال فتح الباب لكثير من المشاريع الاستثمارية والشركات الرصينة التي تساهم في توفير المجمعات لجميع الشرائح في المجتمع كذلك من الأمور المهمة في محافظتنا العزيزة يحتاج جهد كبير من المجلس القادم في توفير ميزانيات تشمل جميع القطاعات بشكل متوازي بالوقت الذي نهتم بالخدمات من توفير تبليط إلى سبويس إلى غير من المشاريع نحتاج إلى جهد مضاعف في كافة القطاعات على سبيل المثال عندنا اليوم الصحة في ذقاء تحتاج إلى كثير من المستشفيات تخصصها في جانب العين في جانب الجراحة في الأطفال في مختلف التفاصيل اليوم موضوع الصحة موضوع مهم في ذقاء لدينا نقص في جميع الأجهزة الطبية الكوادر الطبية نحتاج إلى قرارات مهمة معضدة من الحكومة المركزية باستقبال كوادر طبية من خارج البلد تعني بالتخصصات الدقيقة التي تساهم في الصحة وحياة البشر نعم فيما يخص القطاعات المهمة الأخرى أرجع لك سيد حيدر أرجع لك سيد حيدر إذا تسمح لي فقط لكي أقسم الوقت على ضيوفي في هذا المحور إلى الأستوديو لأرحب بالمرشح السيد معتز عبدالله الركاب الحمداني تولد عام 1991 يحمل شهادة البكالوليوس في الصيدلة رشح تحالف السيادة عن محافظة نينوة لخوض انتخابات مجالس المحافظات مندوب شركات أدوية ومنسق طبي في مستشفيات نيو ديلي رحبا سيد معتز برنامجك من خلال الترشح لمجلس المحافظة ماذا تحمل من برنامجك أولا السلام عليكم ورحمة حقيقة أستاذ ناس أنا طبعا الدكتور معتز عبدالله مش بالأركاب وليس أركاب حياك الله ربما سقط السهو برنامج الانتخابي واضح صريح هو يرتكز على ثلاث مرتكزات وهو الواقع الصحي والواقع الزراعي والواقع الصناعي والواقع السياحي الواقع الصحي كون الخريج كليا الصيدلة يعني لاحظنا بعد أحداث القاعة التي حدثت في الحمدانية أنه هناك انعدام في الواقع الصحي في محافظة نينو فأبسط مثال أن الضحايا لم يذهبوا إلى مستشفيات الموصل التي منذ سس سنوات لم نشهد أي تحسن لأغلب مستشفيات مدينة الموصل التي تعاني من التلك في العمل فيها فأغلب الذين ذهبوا ضحايا جراء أحداث الحمدانية ذهبوا إلى الإقليم وإلى خارج العراق نحن بدورنا نعمل على تحسين الواقع الصحي في محافظة نينو ونعمل على العمل على عادة بناء المستشفيات التي لم يتم نجازها منها مستشفى الألماني الذي يقع في الجهة الشمالية من جنوب الموصل فهذا مستشفى حيوي الواقع الزراعي نحن من منطقة زراعية التي هي محافظة نينو وعموم محافظة نينو ومن أهم المحافظات الزراعية في العراق لذلك نحن بدورنا كوننا من عائلة زراعية تمتهن الزراعة نعمل على تحسين الواقع الزراعي ونعمل أيضا على إعادة بناء مشروع ريّة جزيرة الذي أهملته الحكومة والحكومات السابقة منذ التسعينات الغرن المصرم طيب فبهذا العمل نعلم على عكس على منع الهجرة العكسية إلى المدينة طيب صار واضح أرجع لك سيد معتز إذا تسمح لي خلوني أرحب بضيفي هنا في الستوديو أيضا سيد أحمد ناظم علي الدوبرداني تولد عام 1979 بكالوريوس صيدلة مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني عن محافظة نينوى لخوض انتخابات مجالس المحافظات معاون مدير عام صحة نينوى حاليا مرحبا بكم سيد دوبرداني برنامجكم الانتخابي للوصول إلى أجلس المحافظة مرحبا بك أستاذ العزيز أرحب بك ورحب بأضيف الكرام ورحب بمشاهدي قناة الشرقية طبعا البرنامج الانتخابي يركز على محاور كثيرة ولكن لها أولوية منها الإعمار كما تعلم سيد الكريم والمشاهدين الكرام أن محافظة نينوى تعرضت إلى تدبير البنى التحتية للمحافظة نينوى دخول عصابة داعش الإرهابية للمدينة ومعظم هذه البنى التحتية لهذه المدينة لم تعد إلى سابقتها وذلك بسبب قلة الموارد المالية التي جاءت للمحافظة وعدم استغلالها بصورة صحيحة لعادة هذه البنى التحتية الرئيسية الخاصة في قطاع الصحي والجسور والمطار وأيضا هناك محور ثاني مهم هو دعم القطاع الصحي صح أن القطاع الصحي دورها كان ضعيف وذلك بسبب قلة وجود مستشفيات الكبيرة التي عرضت إلى الهدم أثناء تحرير المدينة حيث لدينا مستشفيات رئيسية كبيرة داخل المدينة نسبة الدمار فيها تجاوزها 90% ولم تعود إلى سابق عهدها قبل 2014 منها مستشفى بن سينة والسلام ومستشفى الجمهوري أيضا نحاول على توفير فرص عمل للعاطلين والقضاء على الفساد في المحافظة من خلال تشكيل حكومة محلية قادرة على توفير فرص عمل بصورة متساولة ابناء المدينة إن شاء الله طيب أذهب إلى بغداد اللي أرحب من هناك بالمرشحة السيدة سميرة خميس الجنابي تولد عام 1974 تحمل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وهي مرشحة تحالف العزم عن بغداد لخوض انتخابات مجالس المحافظات مديرة مدرسة وناشطة في العمل التطوعي سيدة سميرة مرحبتين برنامجكم الانتخابي للوصول إلى مجلس المحافظة شكرا جزيلا أستاذ أنيس على هذه شكرا جزيلا أستاذ أنيس على هذه الاستغافة أحيي شعبنا العراقي وأحيي قناة وأحيي وأحيي تحالف العزم وكل جماهير وأقول لهم على قدر أهل العزم تأتي العزام بكل صراحة أستاذ أنيس مشروعنا الانتخابي يختلف عن المشاريع الانتخابية التي قدمها باقي المرشحين مثل ما تعرف أن كل المرشحين قدموا مشروعهم الانتخابي بهذه الفترة عكس مشروعنا الانتخابي هو وليد فترات سابقة دخلنا لكل بيت عراقي حاكينا مشاكلهم خدمنا أهلنا وناسنا من خلال عملنا بالمنظمات المجتمع المدني حاكينا مشاكل المرأة والطفل والرجل والمسن بإمكانياتنا البسيطة بمنظمات المجتمع المدني حاولنا أن نجد حلول جدا بسيطة لهذه المشاكل وبصلاحيات جدا بسيطة فكيف تكون من أمرأة عانت معانت وشافت مشاكل أهلها ببغداد وبحزام بغداد أن يكون مشروعها الانتخابي أكيد توفير حياة معيشية كريمة لهذه العوائل كيف نوصل إلى حياة معيشية كريمة لهذه العوائل سنسعى جاهدين من خلال تحالف العزل بقيادة الأستاذ وفن السامرائي أن أكون لهم صوت الحق المتمثل لهم اتصال وأكون لهم أمرأة قوية أمينة بالتصويت على كل المشاريع الخدمية التي هدفها إيصال الماء الكهرباء أكون داعمة لملف الصحة والتعليم والتربية ليس أمثل المرأة وإنما أعمل على تمثيلها وتمكين الأرملة والكاسبة والمعيلة الوحيدة لعائلتها حتى توفر لها فرص عمل تحاول من خلالها أن توفر عيشة كريمة لعوائلها أستاذ أنيس آني جئت مشروع بسيط جبته للتحالف لكن من دخلته لهذا التحالف وجدت صدر رحب من كل القيادات طورت إمكانياتي وبإمكانياتها البسيطة حاولنا إيصال هذه الخدمات لكل المواطنين أخوي العزيز حزام بغداد متضرر جدا نعم خدمات مدى توصلة بصورة صحيحة أكون وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن أتصدر المشهد وأن أصعد لمجالس المحافظات حتى أحقق جزء من مطالب شعبنا وأهلنا وناسنا طيب ثلاث مرات قلت أنيس ست سميرة وأنا اسمي أنس هاي راح أسامحيش عليها بالسؤال الثاني إن شاء الله أرجع الزيقار مرة ثانية أعتذر أرجع الزيقار مرة ثانية سيد حيدر ولا يهمك سيد حيدر الزيدي تعهداتك لناخبيك تفضل لك الكلمة الله يحفظك إن شاء الله نكون حسن ضن أبناء محافظة العزيزة مثل ما عرف أستاذ حيدر البدر في الجانب التربوي والجوانب الأخرى إن شاء الله سنكون في الفترة القادمة قلوبنا ومكاتبنا مفتوحة لخدمة أبناء محافظتنا العزيزة ونتشرب بذلك حقيقة اليوم محافظتنا تعاني من كثير من الأمور في قطاع الماء في قطاع المجاري إلى الآن لدينا مناطق لم يصل إليها الماء الصالح للشرب كذلك اليوم عندنا بأول زخة مطر اليوم أغلب شوارعنا وأغلب مناطقنا ما بها شارع نظيف لحد الآن تعاني من تصريف المياه الثقيلة غيرها من الأمور اليوم إلى الآن لم نبدأ بداية صحيحة برسم خطط مناسبة من خلال الشوارع من خلال تصريف المياه المجاري وغيرها من المشاريع المهمة فيما يخص الجانب الزراعي اليوم محافظة ذيقار من المحافظات القادرة من خلال التنوع المحاصيل الصيفية والشتائية لكن تحتاج وقفة جادة من الجهات المعنية من خلال معالجة شحة المياه إلى الآن لدينا مناطق تعرضت إلى الهجرة إلى غير مناطق بسبب قلة المياه فضلا عن أنه يحتاج المزارع اليوم إلى توفير كثير من الأسمدة والبذور وكذلك توفير مادة القاز التي أصبحت أسعارها مرتفعة وبالتالي أدت إلى إهمال الأراضي الزراعية وموضوع الزراع مهم جداً خصوصاً أنه طابع الزراعي بالإمكان أنه الاكتفاء الذاتي في هذه المحافظة وتصدير كثير من المنتوجات الزراعية حقيقة فيما يخص محافظة ذيقار هذه المحافظة التي تمتاز بعدة أمور من ضمنها تمتاز بالوجود الطاقة النفطية والمنتجات النفطية اليوم توجد فيها حقول احتياطية كبيرة إلى الآن لم تستغل هذه الحقول النفطية لدينا شركة نفط ذيقار اليوم يقدم الشخص الموجودة وإدارة الشركة وجميع العامل يجعلها جهود استثنائية لكن نحتاج إلى جهود مضاعفة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية فيما يخدم أبناء المحافظة وتوفير فرص العمل وكذلك رفض ميزانية المحافظة وغيرها من القطاعات المهمة لدينا قطاع السياحة واضح سيد حيدر لدينا أخوار جميلة في ذيقار ونضافة إلى الآثار المتمثلة في زقورة أور سيد معتز أعود إليك تعهداتك لناخبك طبعا نحن نعد ناخبين عدة عهود منها أن نوفر المستشفيات التي تليق بهم منها المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية والعمل على توفير مركز متخصص لأمراض الخبيثة منها السرطانية والعلاج الكيميائي والإشعاع كذلك لأن أغلب أهلنا في محافظة نينوى يذهبوا إلى بقية المحافظة الجنوبية منها والشمالية فنحن بدورنا إن شاء الله نعمل على توفير مركز صحي لأهلنا في محافظة نينوى الخطة الثانية في المجال الصحي المجال الصناعي نعمل على تمكين أهلنا وعادة بناء الصناعات التي تم استهلاكها بعد عام 2003 منها معمل النسيج ومعمل السمنت ومعمل الغاز نعمل على توسيح وعادة بنائهم مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله وأيضا نوفر فرصة عمل لشبابنا العاطلين عن العمل الواقع السياحي نعمل على أن تكون محافظة نينوى قبل لأغلب أهلنا في عموم عراقنا العزيز من خلال العمل الرغابي في نطاق محافظة نينوى والعمل الإداري في إدارة المرافق السياحية في محافظة نينوى نحن بدورنا اليوم نحن خرجنا من ناحية من ناحية التي تمتلك جذور سياسية منذ 2003 هي ناحية حمام العليل اليوم بدورنا نعمل على تشكيل جذور سياسية لناحية حمام العليل وليتمكين أهلنا في القرار السياسي في محافظة نينوى اليوم نحن برنامجنا برنامج شبابي يسعى لاستقطاب الشباب والحمد لله بدأنا بهمة فعلية واختارينا حزب إن شاء الله بإذن الله اللي هو حزب السيادة الذي سهل لنا كافة الإجراءات من أجل تمكين أهلنا في القرار السياسي المقبل بهمة عالية ومؤذرة فعلية بإذن الله سيد الدوبرداني بذات سؤال تعهداتك لناخبك إن شاء الله راح نكون حسن ظنهم على قدر المسؤولي والأمان اللي راح يحملون إياها عندما نكون في عضوية ميس المحافظة نعدهم عن تشكيل حكومة محلية قادرة على توفير الخدمات الضرورية واللازمة لأبناء المدينة من خلال المراقبة أداء هذه الحكومة سواء المحافظ ونائبيه أو من خلال تشكيل حكومة محلية للدوائر الدولة الخدمية للمدراء الدوائر اللي راح يكون اختيارهم على أساس الكفاءة والخبرة وأيضا نعدهم بتقديم الخدمات في كافة القطاعات نحن ما عدنا قطاع لا أولوية على قطاع الآخر القطاعات كلها لا أولوية لدينا صح هناك قطاع الصحي والتربوي دائما المواطني ركز عليه ولكن قطاع الزراعي وقطاع الصناعي والسياحي في المدينة المدينة السياحية في بلدنا العزيز راح نحاول أنه ندعم كافة القطاعات في مجالات مختلفة إن شاء الله طيب سيدة سميرة الجنابي تعهداتكم لناخبيكم تفضلي أستاذ أنس على قدر أهل العزم تأتي العزاء أمو نحن ما راح نطوعود مع سولة للمواطن راح نعمل على قدر المستطاع راح نكون شركاء بصنع القرار راح يرصدوا لي السلبيات ومن خلال إن شاء الله عضويته بمجلس محافظة بغداد سأعمل جاهدة أخت وبنت وأم لكل مواطن عراقي أصل صوته وحاول أحقق أهدافه وآماله طيب مشوار موفق للجميع أنا أشكرتش لشكر الجزيل سيدة سميرة خميس الجنابي مرشحة تحالف العزم عن بغداد لخول انتخابات مجالس المحافظات شكري وتقديري أيضا إلى سيد حيدر عباس بدر الزيدي مرشح تيار الحكمة عن محافظة ذيقار لخوض انتخابات مجالس المحافظات شكرا جزيلا لضيوفي هنا في الأستوديو المرشح السيد معتز الركاب الحمداني مرشح تحالف السيادة عن محافظة نينوة وأيضا شكرا لسيد أحمد ناظم الدوبرداني مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني عن محافظة نينوة لخوض انتخابات مجالس المحافظات أنتم أيضا مشاهدين الكرام لكم الشكر والتقدير على حسن الإصغاء والمتابعة حتى نلتقي مساء يوم السبت المقبل لكم من كل التحايا وسنستمر بتسليط الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين بتقديمها بصورة شفافة إلى الناخبين تمهيدا لمشاركة فاعلة مرجوة من الناخبين العراقيين في 15 محافظة العراقية لانتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في 18 من الشهر المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة